السلام عليكم ورحمة الله أتمنى أن تكونوا بألف خير أحبائي في الله اليوم أحببت أن أبدأ هذا الفيديو بقراءة طيبة من القرآن الكريم بعض الآيات من سورة العمران أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لاميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزلت جوراة والانجيل من قبله دل الناس وأنزل الفرقان إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد والله عزيز زمتقام إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء لا إله إلا هو العزيز الحكيم هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تاويله وما يعلم تاويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو للباب ربنا لا تزق قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا إنك جامع للناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا وأولئك هم وقود النار كدأ بآل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآياتنا فأخذهم الله بذنوبهم والله شديد العقاب قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون إلى جهنم وبيس المهاد قد كان لكم آية في فئتين التقطا فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة ترونهم مثليهم رأي العين والله يويد بنصره من يشاء إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والنعام والحرط ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب صدق الله العظيم اللهم اجعلنا ممن صام الشهر وأدرك ليلة القدر وفاز بالثواب والأجر اللهم وفقنا لاغتنام الخيرات في هذه الأيام المباركة وضاعف لنا في الدرجات اللهم لا تطوي هذا الشهر إلا وقد سترت عوراتنا ومحوت سيئاتنا وقبلت توبتنا وفرجت همومنا واستجبت دعواتنا وأصلحت أحوالنا وغفرت لموتانا وشفيت مرضانا واعتقنا ووالدينا من النار أحباء في الله الوقت يمر مر الصحاب ويجري جري الريح فكل يوم يمضي وكل ساعة تنقضي وكل لحظة تمر ليس بإمكاننا استعادتها ولا يمكن تعويضها بل هي دنو لأجالنا وهذه الأعمار المنقضية ما هي إلا صحائف أعمالنا إن كانت خيرا فخير وإن كانت شرا فشر وقال الله تعالى يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرة وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا صدق الله العظيم وأخيرا أقول لكم فائدة مهمة خصوصا في هذا الشهر العظيم هو الحفاظ على الأذكار لما فيها من فوائد وهي الفوز برضى الله سبحانه وتعالى وتعزيز الإيمان بالله والتقرب من الله والتواصل الدائم معه والشعور بالأنس في صحبته وكثير من الفوائد وإلى لقاء جديد بإذن الله ترجمة نانسي قنقر